السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد في قناة كوكينج باي ميمي كما تشوفوا في الفيديو اليوم غادي نقدم لكم هاد الكوكيز كي يجي مقرمش من برة وارطب من الداخل هاد الوصفة سهلة وضغية توجد قدموا هاد الكوكيز في الفطور او لفلقوتي اذا بلا ما نطول عليكم بقوا معي احتى الاخر فيديو باش تعرفوا عالمقادير وطريقة التحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمقادير 13 الكوكيز سوف نحتاجه 250 جرام دقيق لابيض كيست على فني و هناك كما تشوفوا عندي جوج انواع سكر 80 جرام سكر سانيدة و 80 جرام سكر خبلون هذا السكر هذا تعاوضه بسكر بورني 110 جرام زبتم دوبة بيضة واحدة 40 جرام بيكاربونات دو سود لتعاوضه بنصف الشيط الخميرات الحلويات رشة كبيرة الملح و هناك كوكيز بالزبدة الكوكاو 8 ملقة كبيرة وإذا لم تتوفر لكم مشكلة لا تفعلوه لدي 100 جرام حبيبة شوكولاتة و هناك اسماختيز اللي غادي نزين بيهو من بعد الكوكيديا ولي لنخرجوه من الفران غادي ندوزه بل طريقة التحضير كناخد هناك البول ديالي و نضيفه سكر سانيدة مع سكر بورني كنضيف عليه ذاك الكيست على فني الملح هناك كما كتشوفوا عندي 8 نص ملقة صغيرة كنضيف عليه الزبتم دوبة بيضة كنضيف ديك الملقة كبيرة ديال زبدة الكوكاو هات الزبدة الكوكاو هي اللي كنديرو بها اللي تختين كنضيف بيضة وهنايا غادي نخلط هاد المكونات في الخلاط الكهربائي حتي الدمج لناد المكونات مزيان مدة دقيقة و ممكن لكم تخلطوا في واحد السلاديب واحد لماغيز سوفي من مرة دقيقة كنضيف ده بدقيق سوفي من مرة دقيقة كنضيف ده بدقيق سوفي من مرة دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف حبيبة شوكولاتة سوفي من مرة دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف دقيقة كنضيف حبيبة شوكولاتة في هذه اللحظة سوف تسخن الفرن على 170 درجة يكون بخوط مفشا لغتوغنوط سوفي نضيف احد الخمسة دقيقة سوف نجعله من بعد ولكن إذا أردتهم من وسط العجين تستطيع تفرشهم قليلا في الروبو و تضيفه في العجينة اخذوا واحد اللاتة و تفرشوا عليها ورقة زبدة و هنا كما ترون في المعلاقة يلا جلاس إذا كانت من توفرها تشكلوا في كويرات كوكيز هذا المعلاقة يلا جلاس تتعاون بكثير إذا لم يكن لديكم في المعلاقة يلا جلاس سوف نضيفه كويرات تقدروا كذلك تعبرهم كما ترون كما ترون و قبل أن ندخلهم الفران نضغط عليهم واحد قليلا سوف نضغط عليهم على حسب الرغبة إذا أريد رقيقة أو غليط أنا أجب أن يكون واحد قليلا و في هذه الوصفة لا يهبطوا لكم الكثير في الفران اذا ضغطوا عليهم على حسب الرغبة و نضغط عليهم ثم نضغط عليهم و نضغط عليهم بعد مدد 10 دقيقة حتى تحمر من الجوانب نضغط عليهم مدد 10 دقائق حتى تحمر في الجوانب اشتركوا في القناة وكما تشوفوا بقى لنا واحد شوية من فوخين إذا كما قلت لكم إذا أريدوا مرقق على هذا الشيء ستضغطوا عليهم قطر صاف هنا كما تشوفوا راهم مواجدين سنضغطوا واحد دقيقة ونضغطوا من فوق لغي ودخلوا كوكي الخرين يطيبوا ودخلوا 1 دقيقة ونضغطوا الكوكيز نضغطوا مباشرة بالشوكلاة سنضغطوا سخون ونضغطوا في الكوكيز ليس ضروري إذا لم تريدوا لا تضغطوا فقط يعطي شكل جيد يمكنكم تصوير كوكيز كما تشوفوا بحجم صغر 30 جرام وضفت لهم الميني سمارتيز كما تشوفوا الكوكيز اللي طيبنا من قبل راه برد مزيان ما بقيناش نقدروا في هاد السمارتيز وبالحق هاد الكوكيز اللي عطابو كنضيف هادوك الحبيبة السمارتيز بكل سهولة صاف الكوكيز لنا الطاب وبرد مزيان دا بغادي نضيفهم في البوكال كما تشوفوا كيجي الشكل دياله زوين بزف مقرمج من البرة ورطيطب من الداخل غير تبعوا المراحل وعندكو تخليوه يطيب بزف الفران باش ما يقصح لكم ولحقنا لنهاية الفيديو كما تمنى تجربوا هاد الكوكيز وتقدموا لوليداتكم في القوتي او لا في الفطور بشوكولا شو ولا بشوكولا فيانوا الى عجبتكم الفيديو دياليوم ما تنسونيش باللايكات وشاركوا في القناة ما بقى ليعين نقول لكم بصحة وراحة و الى الفيديو القديم ان شاء الله اشتركوا في القناة